والقيام أحبائي تبرهن على لهوت يسوع المسيح فالمسيح هو الله المتجسد لا يوجد انفصال بين لهوته وبين ناسوته لا لحظة ولا طرفة عين مثل ما بنسمعها دايما ولا امتزاج ولا تغيير فهو بالفعل مثل ما قال عنه الرسول بطرش رجل قد تبرهن ليس شخصية هلامية أو جسد وهمي أو طيف كما قالوا أصحاب بدعة الدوسيتية ولكن المسيح شخص حقيقي أثبت ويثبت أنه المسيح ثم مش بس براهين القيامة الشهادات عن يسوع المسيح شهادات عظيمة جدا يعني الشهادات ممكن نقول شهادة الآب شهد ليسوع عند المعمودية شهد للمسيح على جبل التجلي شهد للمسيح ومجد المسيح في يوحنى 12 وفي كل الحالات كان يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر له تسمعون فميز المسيح عن موسى وعن إليا اللي ظهروا مع المسيح على جبل التجلي شهادة الآب ثم شهادة المسيح عن نفسه شهادة أعماله شهادة معجزاته شهادة أخلاقياته شهادة كماله لا يستطيع ولم يستطيع أحد أن يضحضها ولم يستطع أحد أن يقول أن المسيح يعني عمل خطية فهو غير مجرب بالشرور ثم شهادة الروح القدس أرسل الروح القدس وسكن فينا وبيملأنا وبيعطينا المواهب وبيستخدمنا وبيستخدم التلاميذ فهذه الشهادة المستمرة على قيامة يسوع المسيح ثم شهادة موسى شهادة يحنى المعمدان شهادة الكتب شهادة التلاميذ التي تغيرت شهادة السامرية الكنعانية وشهود كثيرين أحبائي شهادة يحنى كلها تأكدت وأكدت على مصداقية القيامة نعم أحبائي خليني أكرر مرة أخرى قبل الفاصل الآيات والمعجزات وحياة يسوع وكلام يسوع لم تكن بالسر وقال يسوع حتى في المحاكمة قال أنا كلمت العالم علانية أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لم أتكلم بشيء وتحدى الكهني أن يروحوا يسأله لأنه كان واضح شفاف ما فينا ننسب معجزات لشخص بدون الشهود فكل هذه الأمور اللي متكلم عنها أمام شهود كثيرين ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة